السلام عليكم يربي تكونوا جميعا بخير النهاردة جاي أكلمكم عن القلقاس وفويده قد إيه هو بسيط وسهل جدا في طريقته وزيه ممكن نفرزنه وزيه نقدر ننظفه كده بكل بساطة وسهولة وقد إيه هو مليان فيتامين ومحدش يقولي القلقاس بيتخن مفيش حاجة اسمها بتتخن وبتخسس كل حاجة ممكن ناكلها ونشربها لكن بالمعقول وطبعا مع حساب سعراتنا الحرارية المناسبة لجسمنا يلا بينا كده نشوف الطريقة والمقادير وكمان عايز أقول لكم بالمناسبة أن أنا أول مرة أعمل القلقاس فيها من الألف لليا يعني ننزل السوق وأشتريه واحد كده أشاره وأقطعه بجد كانت حاجة جميلة جدا أنا تعلمته من والدتي وسألته طبعا قبل منزل وعرفت إزاي أقدر أشتريه وأجيبه أنا جبت القلقاس هي واحدة بس كانت كافية جدا هي متوسطة كده في الحجم وطبعا بنشتريها من الخضرية الموجودين عندنا في السوق وطبعا نسألهم لأن القلقاس ده في الموسم بتاعه بيكون في الشتاء بمعنى أن لو الدنيا شتت عليه فهو بيستويه بسرعة جدا لو هو في الآخر الموسم بتاعه فبيكون قرى بينشف فبياخد وقت شوية في التسوية بتاعته فلازم نسأل قبل ما نشتريه عشان نبقى عارفين أنا جبت القلقاس ده كده زي ما احنا شايفين مع بعضه والأول أشرتها سهلة جدا في تأشارها لكن في تقطعها شوية بيكون صعب يعني محتاج إن إيدينا تكون قوية شوية والسكينة كمان تكون حامية وزي ما بشاور لكم دولتي بقول لكم إن احنا بنقطعها دوائر كده وراء بعض دوائر متوسطة وزي ما بقول لكم كده على القطاعة ونقدر نقطعها كده واحدة واحدة مع بعض وبعدين بنقطعها سوابع بالطول ونقطعها صغير الحقيقة إن أنا القلقاس بالنسبة لي مميز جدا من إيد والدتي مش بعرف فاكله إلا منها هي لإن هي لها تقطيع كده صغير هي علمتنا وعودتنا على كده فطبعا أنا حاولت بقدر الإمكان إن أنا قطعها صغير زي ماما وطبعا القلقاس ليه طريقتين طريقتين في الطبخ بتاعه ولو عايزين تفرزنوه في الوقت ده بعد ما بيتقطع ويتغسل كويس جدا بتقدروا تشيلوه في كيس ويتحتفزوا به في الفريزر ويتطلعوا منه طبعا الهوى وبعدين الخضرة بتاعته وبعد ما بتتضرب في الخلاط بتتشيل في كيس برضو بتتحافز في الفريزر وبنشيل على كيس تاني صغير بتكون فيها الكزبرة والطوم المفروم وعليها من جير تمليح ولا أي حاجة وبتتشيل في الفريزر بيكون جاهز بعد كده على الطبخة على طول زي ما إحنا بقى شايفين مع بعض النهاردة إحنا هنطبخه وأنا مش هفرزنه هبتدي بقى قطعه صغير على قد ما قدر زي ما قلتلكم لو حابين تعملوه على لحمة عندكم لحمة مسلوقة وهتستخدموا الشربة بتاعتها تمام لو ما عندكمش هتعملوه زي النهاردة أنا النهاردة عمليه على ميا وعادي حطيت مثلا مرأة أو حتى ممكن بهارات ما فيش مشكلة خالص ومش هيحتاج جنبه غير طبق صلطة مثلا أو طبق رزد أو أي نوع بروتين مشوي أو مسلو أنا هنا بقى قطعته كده خلاص وبقى تمام جدا وزي الفل هناخد بقى القلقاس بتاعنا ونحطه في المصفى ونروح بقى نغسله كويس جدا ملحوظة مهمة قوي لازم يتغسل القلقاس كويس جدا 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 ليه بقى؟ لإنه بيبين في طعمه في الطبيق بيبين إذا كان كان مخصول كويس أو لا تعارفين إن هنا فيه مادة لزجة اللي بتنزل من القلقاس فلازم نفضل نغسل فيه كويس يعني هو طبعا بياخد فترة شوية في الغسيل لغاية ما نضمن إنه هو بقى نضيفه زي الفل وبعدين بنعصر عليه كده عصرة لمونة كاملة بيديله كده بياض ونضافة وبنضمن كمان إنه هو بقى زي الفل زي ما أنتوا شايفين كده هنيجي بقى للخضرة بتاعته وهي اسمها السلق يعني إحنا بنشتري القلقاس ومعاه السلق ومعاه كسبرة الخضرة السلق بتاعنا زي ما قلت لكم ليه طريقتين يطريقة نسلقه على النار وبعدين يضرب في الخلاط أو زي ما هو كده ني بنخسله ونشطفه كويس جدا في ميا وخل وبعدين هندربه برضو في الخلاط بس بشوية ميا لكن هضرب معاه كمان الكسبرة يعني هي بتحتاج سلق وكسبرة خضرة هو ده القلقاس هي دي التشة والقدرة بتاعته أنا هنا قطعت آخر الخضرة يعني بضيف الورق بس تبقى قطع شوية كده من العروق بتاعته اللي تحت دي وهنروح برضو بقى كده في كروانة كبيرة وناخده بقى وننقيه ورقة ورقة كده زي ما احنا شايفين مع بعض نضافة الخضرة مهمة جدا جدا أنا نقيته وحطيته في ميا وخل برضو ونقعته وبعدين هنقق الكسبرة برضو برضك ورقة ورقة زي ما احنا شايفين كده مع بعض نطلع الحلو الجميل منه ونطلع لو في ورقة دبلانة ولا حاجة تطلع منه زي ما انتوا شايفين هنا حطتها بقى في الكروانة وقعد تخسلها بمية وخل كده وبعدين هنصفيها في مصفة كبيرة وبعد ما يتصفن من ميته هنروح نضربه في الخلط زي ما احنا شايفين كده مع بعض هناخد جزء جزء كده على قد الخلط بتاعنا ونزوده شوية مية عشان يتلحلح كده ونعرف ايه نضربه في الخلط زي ما قلتلكم الطريقة بسطو 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 سهلة جدا يعني اللي مش بتعرف تطبخ هتعرف تطبخه ان شاء الله ينجح معاكم من اول مرة هناخده بقى وندرب جزء جزء في الخلط وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه وخطواته ازاي هنسوي القاس مع السلق بتاعنا ويطلع لونه الزيتي اللي هو المزبوط بتاعه زي ما احنا شايفين كده مع بعض انا بقى قعدت اضرب الخضرة والكوزبرة لغاية ما خلصت الكمية بتاعتي اللي هيتصفى فوق ده هو ده اللي هيتحمر عن نور يعني الخضرة دي اللي فوق هي اللي هتتصفى هي دي اللي هتتحمر على النار نفسها والمية اللي تحت دي هو ده اللي هيتسلق بيه القلقاس بتاعنا اظن كده واضحة جدا وبسيطة اهي وسهلة هنجيب بقى الحلة بتاعتنا وهنحط فيها مياه مغلية وملح وفلفل قصمر وورق لورة وحبهان وغلويتين على النار وهنسقط فيها القلقاس بتاعنا وبعدين هنحط له اللي هي المية اللي هي الخضرة اللي تصفى التحت دي اللي في البولة اللي لونها فوشيا زي ما احنا شايفين كده مع بعض اظن الطريقة بسيطة جدا وواضحة ان شاء الله انتو كمان الصورة تكون قدامك واضحة وتجربوا بنفس الطريقة ولو انتو حابين زي ما عملت كده تضيفوا مرأة كنور كده هي كويسة جدا وجميلة كانت حلوة جدا ومناسبة للخضار وبعدين هنحط القلقاس هو اخد مني بالزبط ربع ساعة في التسوية فانا يدوب حطته على النار وبعدين حطت له السلق بتاعه اهو بصوه زي ما انتو شايفين بصوه على طول لاني زي ما بقولكو انا كنت سأل الخضارية وقالتلي انه خلي بالك القلقاس ده هيستوي بسرعة يعني مش هياخد ربع ساعة على النور وفعلا انا حطيته وغلوتين كده وهدتي النور وحطيت له كمان معلقة صلصة معلقة الصلصة دي زيادة من عندي انا حابة يكون لون القلقاس محمره وفاتح شوية لو انتو مش حابين تقدروا تستغنوا عن معلقة الصلصة وممكن كمان انتو مطمية مبشورة وممكن بصلاية مبشورة لو انتو حابين اخد بقى السوة بتاعه خلاص وخلاص كده واخد اللون الجميل بتاعه ده وهوريكم دلوقتي حضغط كده على واحدة هوريكم دايه هو وطاري وجميل ومستوي ويفضل يفضل لما تيجوا تشتروا القلقاس تشتروا واحدة كاملة على بعضها بلاش تشتروا اتنين او تلاتة مع بعض لان احيانا بيختلف التسوية بتاعته وتلاقوا حابها مستويين وحابها مش مستويين هنيجي بقى للتحمير او الطاشة بتاعت القلقاس هنجيب حلة تانية وهنحط فيها معلقة كبيرة من التوم المفروم وهناخد جزء من السل بتاعنا والكزبرة اللي احنا دربناها فاكرين اللي هي اللي كانت متصفية فوق في المصفة البيضة بتاعتنا اخدنا منها كده شوية كويسين وهنحط عليها ملح وفلفل قصمر وممكن شوية تشطة لو انتو حابين وهنحط عليها كمان معلقتين كبار كده من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت وهنفضل بقى نحمص فيها على النار نفضل نقلب فيها كده لغاية ما تبتدي تاخد كده لون اه اغمق من كده والمية اللي فيها تتبخر وفي نفس الوقت هتلقوها مخرفشة كده شوية زي ما احنا شايفين كده هنشوف دلوقتي واحنا بنحمارها مع بعض انا حطيت كده زبدة على زيت انتو بقى براحيتكو عايزين سمنة عايزين زيت دي حاجة ترجعلكم بس يعني حقيقي فعلا التشة او التحمير بتاعها ماينفعش من غير دهون يعني لزيادة الطعم القوي بتاع القلقاس زي ما احنا شايفين كده مع بعض هفضل بقى اقلب فيها على النار لغاية ما تبتدي تتحمر معايا وهتلقوها خسد كده شوية والمية اللي فيها تبخرت وكده خلاص القلقاس بتاعنا على فكرة خلص يعني شفتو طريقة بسيطة وسهلة جدا مش هتاخد منكو اي مجهود ولا وقت هو الصعوبة بس لكلها في التقطيع بتاعها والغسيل بس كده هناخد بقى التشة الجميلة دي ونحطها على القلقاس ونقلبها وبجد كان رحته وطعمه حقيقي خطير ما تنسوش بقى وانتو بتقدموه اللمون بقى لان القلقاس بيحب اللمون جدا وقد ايه بقى مش قادر اقولكو على الفوايد والفيتامين اللي جميل جدا جدا في القلقاس عارفين يعني احنا المفروض ناكل منه بولا كده متوسطة طبعا وجنبها ممكن رزة ابيض مسلوق او رزة حتى بالشعرية واي نوع بروتين مشوي كده او مسلوق جنبه وطبق ثلاثة خضرة بجد الوجبة دي مغزية ومفيدة وجميلة جدا 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 ومليانة فيتامين وبتدفي قوي وفي نفس الوقت كمان سعراتها مش عالية طرامة احنا بناخد على قد السعرات اللي جسمنا محتاجها زي ما انتو شايفين كده شفتوا بقى الطريقة بسيطة وسهلة وجميلة جدا تستاهل ان انتو كمان تجربوها يارب بتكون الفيديو بسيط وعجبكم اشوفكم بقى الوصفة الجاعة على خير